السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم معي فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة ان شاء الله هشرح فيه معكم غرزة شتوية جديدة غرزة سري دي برزة جميلة جدا لكن سهلة وبسيطة في نفس الوقت. اتمنى يا رب يكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول اعجبكم. ما تنسوش اذا عجبكم فيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. عدد سلاسل البداية الخاص بغرزتنا النهاردة هي مضعفات رقم ستة وفي النهاية بزود عليها خمس سلاسل. غرزتنا نقدر نعمل بها النهاردة ونقدر نعمل منها كفية او شال مستطيل ولو هندخلها في المفروشات تقدر تعملي منها بطانية بيبي او مفرز سرير هتكون في منتهى الجمال والروعة. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم بشتغل معكم خيط صف مطاسد سمك مع ابرة رقم تلاتة ونص مليمتر. في البداية بسيب مسافة من الخيط وبتدي علف الخيط حال اعلى الهواء. بدخل داخل الحلقة. الف الخيط واخرج منها طرف الخيط بشت بقى في العقدة البداية. هبتجي اكون مجموعة سلاسل من وضعفات رقم ستة بيكون عندي على الابرة حلقة بلف الخيط وباخرج معها بسم الله الرحمن الرحيم واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. واحد اتنين تلاتة اربعة اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. كده عملنا مضعفات رقم ستة اكتر من مرة. في النهاية خالص بزود خمس سلاسل. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. كده ده بقى عدد السلاسل اللي بشتغل عليها بنات. هبتدي اسيب بسم الله واحد اتنين تلاتة اربعة سلاسل واروح لرقم خمسة وبتدي اشتغل عمود بلفة واحد. بيكون معي على الابرة حلقة بلفة لفة واحدة بقوا حلقتين. هروح للفراغ رقم خمسة. اسحب الخيط وهخرج معي على الابرة تلات حلقات بلف الخيط واخرج منهم. من اتنين بقوا اتنين بلف خيط واخرج من اتنين. دلوقتي بكرر معي حلقة بلف الخيط بيبقوا حلقتين. بدخل فراغي لبعده اسحب الخيط واخرج. بدخل في الحلقة الخلفية يا بنات. معي على الابرة تلت حلقات. بلف الخيط واخرج من حلقتين. اتبقوا اتنين بلف الخيط واخرج منه. وبكرر لغاية نهاية السطر كله. غرزة عمود بلفة واحد فوق كل غرزة من الغرز اللي بتقابني لغاية ما اوصل لنهاية السطر. السطر اللي جاي برتفع بسم الله واحد اتنين. تلاتة سلسلة وبعتبره معمود بلفة وبلف الشغل الناحية التانية. اول فراغ اللي هو الفراغ الاول ده هتشتغلت فوق تلات سلاسل خلاص. هروح بعد كده الاتنين فراغ بعد منه واشتغل فوق كل فراغ منهم عمود بلفة واحدة. يعني انا انا اشتغلت هنا السلاسل اروح لرقم اتنين وابتدي اشتغل تاني عمود بلفة عندي. وكمان عمود في الفراغ اللي بعده. من فوق هاخد تلات سلاسل مسافة بسم الله واحد اتنين تلاتة هلف خيط على الابرة وهعد من تحت واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. وفرقم سبع بدخل واكون عمود. سلسلتين واحد اتنين. كمان بنفس الفراغ عمود. تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة وهلد في الخيط على الابرة. وهعد من تحت واحد احنا اخدنا فوق تلات سلاسل بعد تحتهم واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. وفرقم سبع بدخل واشتغل عمود. واحد اتنين سلسلة كمان في نفس الفراغ عمود. تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة هلف الخيط على الابرة وبعد من تحت واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. وفرقم سبع بدخل اشتغل عمود. والفراغ اللي بعده عمود. والفراغ اللي بعده عمود. زي ما ابتديت بداية السطر عندي بتلاتة عمود بلفة. باختم برضك نهاية السطر بتلاتة عمود بلفة زي ما احنا شايفين. وطبعا الصادفة اللي في المنتصف دي هي اللي هنشتغل فيها في السطر اللي جاي. وهتبتدي تدينا ايه الشكل المجسم لغرزتنا النهض. واحد اتنين تلاتة. الف شغل الناحية التانية. فوق اول فراغ خلص اشتغلت تلاتة سلسلة اللي هو فوق الفراغ ده هروح للفراغ اللي بعده واشتغل عمود بلفة. غرزة من الغرز المميزة جدا. لعمل اشاء المستطيل بتكون في منتهى الجمال والروة. كده اشتغلت فوق التلاتة عمود تلاتة عمود زيهم. هياخد سلسلة واحدة بس يا بنات ورف الخيط على الابرة. شايفين عندي العمودين دول العمود ده والعمود ده. ماليش علاقة بالسلسلتين اللي في منتصف دلوقتي. هجيب العمود الاول دوت هدخل من الفراغ اللي قبل واخرج من الفراغ اللي بعده وبرفعه هو على الابرة. وبعد الشغلي بالشكل دوت اللي اجيها طبعا ان انا اقدر اشتغل عليها بكل سهولة. وهدخل اشتغل من تحت العمود دوت خمسة غرزة عمود بلفها في نفس الفراغ. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. هعبدل شغلي بالشكل ده. اهو انا كده عندي دوتش الشغل اهو. عاوز العمود دوت كمان اشتغل عليه خمسة. بلف الخيط على الابرة. والمراضي بجيب بقى الشغل الاتجاه اللي انا فيه دوت. جهة اليسار. وارفع العمود. واشتغل عليه كمان خمسة عمود بلفها. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. زي ما احنا شايفين بالشكل ده اهو. باخد سلسلة. وهروح الف الخيط على الابرة. واروح للعمود اللي بعده. واقرر. زي ما احنا شايفين. بارجع لكم تانية بس عشان يشوف كويس. بعد ما اخدت سلسلة لفيت الخيط على الابرة انا عايز اشتغل على العمود دوت اللي في وشي بالعرض. برفعه بالشكل ده. بدخل من الفراغ اللي قبله. وارفعه على الابرة اخر من الفراغ اللي بعده. اعدل الشغل بالشكل دوت عشان يبتيجي اشتغل منها على العمود بالعرض. واحد. خمسة عمود بلفة. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. بعد الشغل وعاوز العمود التاني اهو. بلف الخيط على الابرة وبجيب شغل بالشكل دوت. باجي هنا من تحت اهو. وبتزي اشتغل على العمود. خمسة عمود بلفة. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. زي ما احنا شايفين بيكون دوت شكل طبعا السطر بتاعنا. سلسلة مسافة. وهروح للتلاتة عمود بلفة واشتغل فوقيهم تلاتة عمود بلفة. زي هم بالزبط. كده واحد. اتنين. تالت عمود بيكون عندي الشغل في تالت سلسلة ارتفاع باخد منها حلقتين. هي بتكون دقيقة شوية بس ايه? ما ننساش الرقم بتاعي. الشكل ده زي ما احنا شايفين. السطر اللي بعده بارتفاع تلاتة سلسلة. واحد اتنين تلاتة وبلف شغل الناحية التانية. وابتدي على العمودين البقيين. انا كده اشتغلت فوق او الفراغ. بروح لتاني فراغ واشتغل عمود بلفة زيه. وتالت فراغ عمود بلفة زيه. هنا يا بنات هيقابلني حاجة. هلف الخيط على الابرة عندي هنا سلسلة اللي كانت بصوا. لما بعد الشغل كده. انا اخدت بعد الخامسة عمود بلفة اللي اشتغلتهم سلسلة. سلسلة دي. لما بعد الشغل الناحية التانية بلاقي السلسلة وبلاقي وراها ايه? تلاتة سلسلة اللي هما كانوا في السطر الاقل. ما ليش علاقة بالتلاتة سلسلة دول. هدخل في السلسلة الوحدها. اشغل عمود. سلسلتين. عمود في نفس الفراغ اللي هو فوق السلسلة. تمام? بعد الشغل تاني كده. لان انا كده كده شغالة فوق السلسلة بني. هاخد سلسلتين مسافة. واحد اتنين. هلف الخيط على الابرة. شايفين الفراغ بقى اللي هو في المنتصف الصادفة اللي كنا شغلينها تحت بدخل فيها. واشتغل غرزة مكونة من خمس لفين. يعني بلف الخيط على الابرة بدخل. اسحب الخيط واخرج واسحب لفوق. واحد. الف الخيط ادخل. اسحب الخيط واخرج واشد الفوق اتنين. تلاتة. اربعة. خمس. معي على الابرة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع عشر احتواشر حلقة. بلف الخيط واخرج من عشر حلقات. بقى معي الحلقة اللي سبتها والحلقة اللي خرجت معي. هلف الخيط واخرج منهم هما الاتنين. سلسلتين مسافة. واحد اتنين. وهلف الخيط على الابرة. عندي هنا شايفين يا بنات? التلات سلاسل دول ما ليش علقة بيوم. شايفيني سلسلة اللي كانت في الوش هنا ما بين الخمسة عمود دول والخمسة عمود دول هي دي اللي بقى ادخل اشتغل فيها الصدفة الجديدة عمود. اتنين سلسلة. عمود في نفس فراغ فوق السلسلة. التلات سلاسل اللي ورا ما ليش علقة بيوم. ولف الخيط على الابرة واخد سلسلتين. واروح فوق الصدفة اللي تحت واشغل بف واحد مكونة من خمس لفات. اتنين. تلاتة. اربعة. خمس. هلف الخيط واخرج من كل الحلقات معادة الاخيرة. تبقوا حلقتين هلف الخيط واخرج منهم. سلسلتين. هتبقى عندي ما ننسهاش طبعا السلسلة الاخيرة. اللي هي كانت قبل التلاتة عمود باشتغل فيها. عمود سلسلتين. عمود. واروحنا بشرة اشتغل التلاتة عمود البقيين عندي في السطر ده. واحد. اتنين. في تالت سلسلة ارتفاع باشتغل العمود الاخير. واحد اتنين تلاتة. ونعدل شغلنا زي ما احنا شايفين بالشكل ده. كده بتدينا نكون اماكن جديدة نشتغل عليها صدفات جديدة او شكل غرزتنا النهاردة بشكل جديد. بالاضافة طبعا لان احنا خلصنا السطر اللي فات زي ما احنا شايفين بيكون دقيق شكل الشغل معا. بنبتدي السطر بتاعنا بان احنا بنكمل على الاتنين عمود. اتنين عمود زيهم. ودائما ببتدي من تاني عمود لان اول عمود بيكون هو السلاسل عندي. ده واحد اتنين. زي ما احنا شايفين. هاخد سلسلة مسافة. هلفوا الخيط على الابرة. عندي هنا الصادفة طبعا اللي بشتغل عليها. برفع العمود بقى دوت اهو. اول عمود من الصادفة. ببتدي اشتغل عليه بالعرض. خمسة غرزة عمود بالقفة واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمس. بنيجي للعمود اللي بعده. بلف الخيط وبنزل من تحته. بس بجيبه وبرفعه بالشكل ده بالعرض. جهة اليسار. وابتدي اشتغل عليه خمسة عمود بالقفة واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمس. بعد الشغل زي ما احنا شايفين. سلسلتين مسافة واحد اتنين. الله اكبر الله اعظم والعزة والضوام لله. بس هنفصل عشان الازان والصلاة ونرجع تانية يا بنات. ودلوقتي نكمل مع بعض. بعد ما اخدنا سلسلتين. هبتدي اروح فين يا بنات. هلف الخيط على على الابرة. عفوا نسلسلة واحدة بس يا بنات. سلسلة مسافة. والف الخيط على الابرة. وبسيب بقى غرزة الباف اللي تحت دي. وبروح للصدفة العمودين. وابتدي اشتغل عليها بالعرض. خمسة عمود على اول عمود. بلفة موجودة عندي فيها. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. هعدل شغلي. هلف الخيط على الابرة وباجي على عمود دوت برفعه بالشكل ده. واشتغل عليه بالعرض برضك. خمسة عمود. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. سلسلة مسافة. وهلف الخيط على الابرة وبروح للصدفة الاخيرة. اشتغل عليها. ابتدي اشتغل على العمود الاول خمسة عمود. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. هلف الخيط على الابرة وده العمود هو التاني. بشتغل عليه خمسة عمود. واحد. من جهة اليسار يا بنات. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. سلسلة. واروح اشتغل على التلاتة عمود تلاتة عمود بلفة. واحد. اتنين. تلاتة. السطر اللي فات كان عندنا اتنين من الشكل المجسم لغرزتنا. السطر ده بقى عندي واحد اتنين تلاتة. يعني سطر هيكون في حبتين. وفي سطر هيكون في تلات حبات زي ايه ما احنا شايفين بالشكل ده. بتديت طبعا غرزتنا شكلها يبان. واحد اتنين تلاتة سلسلة. وبعتبرهم اول عمود بلفة موجودة عندي. هاروح ليه اتنين عمود بلفة بعد منهم. اشتغل عليهم اتنين عمود بلفة زيهم. كده. واحد اتنين. تلاتة. زي ما احنا شايفين بالشكل ده. وبعد ما خلصت التلاتة عمود باخد سلسلة مسافة وخروح هشتغل فيني يا بنات. اول حاجة بتقابلني هي المكان اللي عندي في المنتصف منتصف الصدفة. هشتغل فيها غرزة مكونة من خمس لفات. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمس. هلف الخيط واخرج من كل الحلقات معدة الاخيرة. تبقوا كده معي حلقتين. هلف الخيط واخرج منه. سلسلتين واحد اتنين. هلف الخيط على الابرة. فاكرين السلسلة احنا هنا عندي طبعا المكان ده ما ليش علاقة بالسلسلة بقى اللي تحت كاتمة بين الخمس اعمدة دول بخمس اعمدة دول. هدخل من تحتها. اشتغل عمود. سلسلتين. كمان عمود في نفس الفراغ. بالشكل دك او انت صدفة ايه جديدة? مكان الصدفة اللي تحت لو تفتكروا. سلسلتين. هلف الخيط على الابرة. وعندي هنا مكان الصدفة اللي تحت. باشتغل فوق السلسلتين دول. غرزة بف. مكونة من خمس لفات. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ونقفل غرزة البف. بالشكل دوت. ااخد سلسلتين. واحد اتنين. هيقابلني السلسلة اللي هي طبعا خلف الفراغ دوت. مريش علاقة بالفراغ اللي ورده خالص. انا عندي السلسلة هنا باشتغل. شايفين السلسلة اللي كانت مسافة ما بين خمسة عمود وخمسة عمود. باشتغل فيها الصدفة الجديدة. واحد عمود. اتنين سلسلة. كمان. واحد عمود. سلسلتين. وفوق المكان اللي هو طبعا الصدفة. باشتغل غرزة البف الاخيرة. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمس. اقفل غرزة البف. بالشكل ده واخد سلسلة واحدة بس. واروح فوق التلاتة عمودة اشتغل فوقيهم تلاتة عمود بلفة. كده واحد. اتنين. تلاتة فوق تلاتة سلسلة ارتفاع. بالشكل ده زي ما احنا شايفين. بتبتدي طبعا غرزتنا توضح كتبان اكتر. قد ايه جميلة جدا وسريدي ومميزة. وفي نفس الوقت سهلة وبسيطة ما فيهاش اي تعقيد. زي ما احنا شايفين. هرجع ارتفع. واحد اتنين تلاتة. والف الخيط على الابرة. وابتدي اشتغل على العمودين البقيين. واحد. اتنين. زي ما احنا شايفين طبعا. وبفضل اقرر. دلوقتي هياخد سلسلة مسافة. والف الخيط على الابرة. وبيجي هنا بسيط طبعا المكان ده كل ما ليش علاقة بيه. باجي عند الصادفة. بتدي ارفع العمود الاول. واكون عليه خمسة غرزة عمود بلفة. واحد. نين تلاتة اربعة خمسة. نلف الخيط على الابرة. ونيجي على العمود اللي على اليسار. وابتدي ادخل من يساره. واشتغل خمسة عمود. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. سلسلة. بعد طبعا شغل زي ما احنا شايفين. هيبتدي بقدر وقت الشغل زي ما احنا شايفين. مكان الصادفة او الشكل الجديد بيجي بياخد نفس مكان السطر الاول زي ما احنا شايفين. اهو. اخدنا سلسلة. هلف الخيط على الابرة واروح للصادفة اللي بعدها. وابتدي اكون خمسة عمود على اليمين وخمسة عمود على العمود اللي على اليسار. اتنين. تلاتة. اربعة خمسة. باجي من على اليمين. واحد. تلاتة. اربعة. خمسة. سلسلة مسافة. وهلف الخيط على الابرة وعلى التلاتة عمود بلفة بشتغل تلاتة عمود بلفة زي ما واحد. اتنين. تلاتة. بارتفاع واحد اتنين تلاتة. وليف شغل الناحية التانية. فوق العمودين اللي بعديهم. بشتغل كمان عمودين. ونكرر السطر اللي احنا كنا بنأسس فيه اربع وحدات من شغلنا على السلسلة اللي اشتغلناها تحت. باشتغل عمود. سلسلتين. كمان في نفس الفراغ عمود. واخد سلسلتين. هروح فين دلوقتي يا بنات. مكان الصدفة اللي تحت باشتغل فوقها غرزة بف. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. واقفل غرزة البف. سلسلتين. وهروح فين? هروح للسلسلة اللي عندي تحت. طبعا المكان ده بنيش علاقة فيه. باشتغل فوق السلسلة دي عمود. سلسلتين. عمود. في نفس الفراغ. سلسلتين. واروح اشتغل فيه الصدفة غرزة بف. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ونقفلها. سلسلتين. هلاقي السلسلة الاخيرة عندي من تحت. باشتغل عليها عمود. سلسلتين. عمود. زي ما احنا شايفين بالشكل ده. وهياخد واحد اتنين سلسلة وهروح اشتغل تلاتة عمود بلفة واحد. اتنين. تلاتة وبفضل لغاية ما اخلص غرزتي بنفس الطريقة دي ان انا بفضل اكرر. بنفضل نكرر لغاية ما نوصل لنهاية الشغل بتاعنا بنفس الطريقة. دي كانت غرزتنا النهاردة زي ما احنا شايفين. قد ايه غرزة جميلة وبسيطة في نفس الوقت وسهلة. اتمنى يا رب تكون سهلة وبسيطة عليكم. وكمان تنول اعجابكم. ما تنسوش ازا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسابسكرايب. واستنيني فيديو جديد من ويم وتنسوش كمان تفعلوا زرارة الجرش وصالكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة.